ينضم علينا من باريس الكاتب الصحفي علاء بو نجار أهلا وسهلا بك بداية ما هي احتمالات صمود الحكومة أمام مطالب سحب الثقة منها في البرلمان نعم في الواقع إلى جانب الحركة الاحتجاجية والتظاهرات ضد قرار الحكومة وقرار رئيس الفرنسي المرور بقوة هناك عدة وسائل يمنحها الدستور للمعارضات المعارضة الفرنسية لإمكانية إلغاء مشروع قانون إصلاح التقاعد منها وسائل دستورية المجلس الدستوري أيضا مذكرة حجب ثقة إسقاط الحكومة وأيضا ربما القيام باستفتاء بالنسبة لمذكرة حسب سحب الثقة وحجب الثقة عن حكومة بورن هناك مذكرتان تم تقدمهما إلى البرلمان واحدة باسم اليمين المتطرف وأخرى وسطية يمينية تدعمها قوى اليسار وهذه الثانية التي تملك حضوظا أكبر في أن تمر وأن تسقط حكومة بورن لأن بقية الأحزاب خصوصا اليسارية لن تسوت لمذكرة حجب الثقة التي وضعها اليمين المتطرف لكن بالرغم من هذا بالرغم من أن الحكومة حتى تسقط يجب أن يكون هناك 287 نائبا يسوتون ضد ولصالح هذه المذكرة حتى ولو اجتمع الوسطيون اليمينيون واليساريون تبقى هناك 30 نائب قد يسحبون الثقة من اليمين ويعود اليمين الفرنسي بعد أن كان ربما هو المفصل في تمرير هذا القانون ولم يساعد الرئيس ماكرون الآن المعارضة تعول أيضا على أصوات النواب اليمين لأجل إسقاط الحكم يعني تقصد بأن هذه المظاهرات الإضرابات العمالية تؤثر على رأي النواب في البرلمان وتأييدهم من الحكومة سواء في تمرير هذا القانون ومن ثم ربما غيروا رأيهم بسبب ضغط الشارع هل ضغط الشارع فعلا قوي لدرجة تغيير رأي النواب في البرلمان في الواقع كان هناك مشروع ومشروع لإصلاح نظام التقاعد هذا المشروع كان مرفوض من طرف نواب المعارضة خصوصا اليسارية وقدموا عدة تعديلات لكن في الشارع أيضا النقابات كانت مجتمعة وشريحة مهمة من الشارع الفرنسي كانت ترفض هذه الإصلاحات وتقول بأنه على الأقل ليس وقتها الآن ولكن الحكومة كانت تصر على المرور بقوة كان هناك عمل في البرلمان وعمل في الشارع هذا كله رغم الاحتجاجات والتظاهرات لم يدفع الحكومة وللرئيس ماكرون للتراجع عن القانون وحتى لحظة الأخيرة كان يفاوض مع بعض النواب داخل البرلمان خصوصا من اليمين من أجل تمرير هذا القانون والتصويت عليه والقول بأنه فاز حتى في اللحظة الأخيرة ماكرون كان مقتنع بالتصويت لكن يبدو أن نواب اليمين لم يكنوا جميعهم في يده فلهذا كأنه تغدى بهم قبل أن يتعشوا به وبالتالي قرر أن يمر بالقوة من خلال هذه الفقرة الثالثة من المدة 49 ويعتقد هو بأنها ربما قد تكون لديها نعكسات سياسية ولكن ليس مثل الخسارة داخل البرلمان لهذا الضغط الاجتماعي الضغط المظاهرات وضغط النواب الآن نعم نعم لنكمل الجملة هذا الضغط سيؤدي إلى ماذا وإلى متى يمكن أن يستمر يعني إلى متى ممكن أن يتحمل يعني تستمر باريس والفرنسا في هذه التظاهرات وهذه الإضرابات كانت هناك تظاهرات فترت وترتها نوعا ما ولكن الرئيس ماكرون أعطاها زخما وأعطاها قوة من خلال إصراره على المرور بقوة رغم معارضة البرلمان ورغم معارضة الشارع الآن هناك وسائل للمتظاهرين من أن يضغطوا على الحكومة من أجل أن تتراجع من خلال أن يكون هناك نوع وللأسف الآن هذا المرور بقوة أدى إلى نوع من التطرف والعنف في المظاهرات ويمكن أن تنزلق لكن النواب يملكون وسيلة قانونية وهي مذكرات حجب الثقة كما ذكرت لك هذه المذكرات سيتم التصويت عليها يوم الاثنين هناك مذكرة من يمين الوسط يمكن أن تمر وأن تسقط حكومة بورن وبالتالي ماكرون لديه خياران إما حل البرلمان أو تعيين رئيس حكومة جديد آخر ولكن باعتقادي أنه لن يمر ولن يأتي بنفس القانون لأن هذا المشروع القانون أصبح جدليا وأصبح مشكليا اللهم إلا إذا أراد ماكرون من خلال تسلطه وعجرفته أن يستمر رغم معارضة الجميع فهذا مخاطرة سياسية بالنسبة لماكرون ولكن حكومة بورن قد تسقط ربما الاثنين أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من باريس الكاتب الصحفي على ابو نجار